مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي السوديوم يعني ضروري انه بخم يكونوش مراضين يكون عندكم كاحتيات وحتى الناس الك يسولوني بش في الصيف ولا في جوة البارد لا دي ما البكاربونات السوديوم يكون عندكم لا بالنسبة للصغار لا بالنسبة للكفر ويعني لابغينا نخصوها يعني نخصوها بالنسبة للصغار إن الصغار مني كيكونوا يعني يالله تزادوا كيبدوا يياكلوا إلا ما كيكونواش عارفين يعني كيفاش يتعاملوا مع يعني الأمور ممكن أنهم يبحث هذا الماء هذا أنتو ما هو تبارك الله راكين مجموعة من الألاني بهنا وهذا الماء هذا إذا رحتوا أنه نقي يعني ما شي عكس الصغار الصغار كيبقوا يعني يوسخوا في كيبقوا نفس الوقت يشربوا منه وعود الناس اللي يديرين يعني علافات غير في الأرض يعني يعني عكية عيون مكلة في الأرض لذلك الصغار ممكن أنهم يأكلوا من هذك الأسباب كونوا نتأكدين مني كيوقع هذا المشكل ديال أنهم مني كيأكلوا من يعني الأوساخ ديالهم كيوقع لهم انتفاخات اسموه يعني الضرار اللي كييوقع من بعد الانتفاخ وهو أنه الأرنب كيبقى مقاء كيتحصر وما كيقدرش يياكل كيبقى بهذك الانتفاخ دياله حتى كيموس يعني الحل وهو كالتالي بيكاربونات السوديوم راه يعني يلاقي كيكم أنه حل معجيزة سبحان الله يعني في الفلاس كيهذاك الأرنب وممكن هذة بيكاربونات السوديوم تجربوها حتى الإنسان يعني تنتمى الناس اللي مرادين بالمعدة يعني مثلا كي يأكل شي حاجة ومثلا المناضة كيلي كيشرب مناضة بزاك ومخصان في بعض الفصل الصيف كيكون جو حار كيكشرب المناضة بس مو كيوقعك تلقى رأسك أنك يعني مزيّر وما قادرش أنك تهضر ويعني فيك سخانة كالشكل يعني كتقول باللي أنا يعني مزيّر كنوا متأكدين أن نصف معلقة من نصف ملعقة من هذة بيكاربونات السوديوم ممكن أنها تفي بالغرض يعني كتولي خفيف يعني كتتفش يعني كتتفش نحن كنقولو بحب الشكلية نقولو شربتي شي شي ذاك الأنواع دي المناضة اللي كتتتقلص المعدة يعني كتكون الإسم ديالها مثلا شويبس بدون يعني ما نشهرو شي 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 أنواع من المناضة المهم كيلي كيش تدوى يعني باش كرشو يعني كيكون مزيّر كنوا متأكدين هذة بيكاربونات السوديوم راه رخيص في الثامن ورغم رخص الثامن أنه يفي بالغرض يعني الناس اللي عندهم تربية ذي الأرانيب ضروري أنهم يديروا حر المعلقة مع الماء يعني مع الماء الأرانيب ديالهم الثامن دياله هو رخيص الثامن يعني هاد الباكية في الفرماسيين كتدير كتدير أربعة درهم وكين يعني في الأسواق جوج باكيات من هادو جوج باكيات كيدره خمسة درهم يعني جوج درهم ومصر هذة رانيا عادة استعملت منها كيكون كتكوف ميكا عادية هكو وكيكونو ديينة فرد بواطة هذة الشكل ديال هذة بحل شكل ديال الملح غي هي مطحونة أكثر يعني بودرة أرقيقة يعني كتدير لنا واحد معلقة وكتديرها لهم مثلا في طرو ديال اللماء وتعطيها لهم يشربوها هذة الطريقة هذة ممكن تديروها وخم يكونوش مراضي يعني هي كتخفف عليهم وتمنى ديالها رخيص جوج درهم ونص ممكن أنها تضرب لك واحد المودة وجدنا مونس ماشي شي حاجة ممكن أنكم تستعملوها تنتومة يعني صولوا عليها هي كتنفع ما تضررش ممكنش أنها تضرركم أي واحد ممكن أنه يتنولها وما تضررش إذن هذة بيكاربوناتسوديوم أشتما كتدير الأرنب كتخليهم خفاف يعني الناس اللي كيعانيوا من الأرنب منتافخ يعني عنده انتفاخ وخصكم تراقبوا الأرنب ديالكم إذا كان فيه انتفاخ يعني إذا كان فيه انتفاخ راكي تفرز اللور واحد القنط وكيبقان فروز ماكيقدرش إياكل انتما كيبالكم أنه بصحة جيدة ووراغي منفوخ وماشي منفوخ يعني بالصحة دياله يعني منفوخ صحيح ولكن راه منفوخ هالو كرشو وراه تحصر وما قادرش إياكل كيبقى هكاك هكاك حتى يموت يعني كتداء وحد نار طايح ماكتعرسمو السبب لاكتباه منفوخ هذا اين تموه كرشو منفوخة أنتما كان يؤلون كتهوдиوم راه تباع تباع вспرvel سيضاء اعمر في الاسواق وممكن تتلقاه في الاسواق بيكاربونات outline وبال العربية بيكاربونات olce aller إذا كتب الجلديم بيكاربونات di soud وهي اسم الحقيقي دياله بيكاربونات olce 독 يعني كما تكون في الأول خاصة ضروري تكون عندكم في الصيدلية الصغيرة ديالكم كما تكون عندكم مواد أخرى ديال التربية أدوية ضروري يكون عندكم بيكاربونات السوديوم إذن حلقة ديالنا هي هذه رأى حلقة مهمة وخاء يعني رأى قصيرة ولكن بيكاربونات السوديوم رأى مهمة في تربية الألاني نرى بالتجريبة هالتشاركة نقول لكم بالتجريبة إذن كان أعتدر للطول ديال الشحل اللي ما دفقكم في فيديويات نظرا للظروف الصحية كنشكوكم على التعاليق الطيبة ديالكم الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناة غادية بالدعم ديالكم ما تنسوناك برجام وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله